بسم الله مرحبا بكم معكم ابراهيم محمود مرسي الفيديو الحالي بعنوان توزيع العمل على المندوبين تلقائيا في الاكسل الفكرة كلها ان عندنا مصنع معين شرك مطعم مهما كان هو ايه في اوردرز كتير طلبات هتروح لناس وبعدين عندنا مندوبين او مناديل يعني هتاخد الاوردرات دي تروح توصلها الاوردر واحد هيروح يوصل دي المكان بتاعه او هيتنفز يعني والاوردر اتنين اوردر ثلاثة اوردر ربعة عندنا المندوبين دول خمسة لحد دلوقتي وهنشوف لو العدد مسلا خمسين او مية او اكتر والاوردرز دولة دي نفترض ان الطلبات اللي عندنا بيوصل لنا مثلا الفين او تلات تلاف اوردر في اليوم فازاي نوزع كل ده ونشتغل يعني بطريقة احترافية بالاكسل ونستغل الامكانيات اللي فيه وايضا يعني مش هندخل في تعقيدات كبيرة ولكن يعني هنحاول نقتصر على الامور المباشرة السهلة الواضحة جدا اه ابسط طريقة واسهل حاجة نوصل للنتيجة بتاعتنا اللي احنا عاوزينها في البداية اضغط على الزر لايك او اعجبني عشان اه ده بيساهم جدا في انتشار الفيديو طبعا بنشكر الناس اللي بيعني بيدعمونا اه سواء بالانتساب او بالمشاركات او بالمشاهدات او اه يعني بالاشتراك في القناة وكتابة التعليقات ايضا طيب نبدأ على بركة الله لنفترض ان عندنا خمس من ابيب ابراهيم وسلمة ومحمود وعاصم ومحمد دول خمسة فالطريقة البسيطة خالص ان انا هاخد الخمسة دول كده واقول له لو سمحت دفهم لي في الاول خالص كده هنا نسخ دولة الخمسة اللي عندي تمام وبعد كده احددهم انتبه مش هاخد اول واحد واسحب بالمقبل السحب اللي هو النقطة دي لا انا هحددهم كده وابدأ ان انا اسحب من اخر خلية معايا انتبه مش هحدد اللي بعدهم كمان لان لو حددت دي فهيسحب معايا خلية فارغة كل مرة يعني لو عملنا كده هيكتبهم ويسيب خلية فارغة كل مرة طبعا ده غلط انا هحددهم هما كده وابدأ اسحب مباشرة من بعدهم فهيقول لي ده الوردر واحد ابراهيم اتنين سلمة تلاتة محمود اربع عاصم خمسة محمد وبعد كده يكرر تاني ابراهيم تاني مرة تانية وهكذا لو عاوز تعرف ابراهيم واصل لحد فين او موجود فين وفين هنا بمجرد النظر فبروح على التنسيقش بحدد العمود كده من عند اسم العمود واروح على التنسيق الشرطي واقولت قواعد تمييز الخلايا يساوي واختار كلمة ابراهيم هنا مثلا مباشرة بيظهر معايا التنبيه بتاع ابراهيم لو اخترت اسم تاني سلمة بيظهر معايا التنبيه اللي انت تختاره مباشرة سهل خالصة هوته مباشرة انا هعمل الغاء للامر ده دي الطريقة لو عندي اربع خمس مناديب مندوبين بيشتغلوا معايا او موظفين او كده بوزع عليهم العمل لو الموضوع يعني صغير والمعرضرات صغيرة طيب لنفترض ان انا عندي مش كل يوم هبدأ بقى اكتبهم واشوف مين اللي مش عارف ايه وكده لا انا عاوز حاجة تكون جاهزة معايا دايما ماشي خلينا نحزف ده كله انا ممكن اه في طريقة تانية فكرتها جميلة خالص انا هضيف المناديب اللي عندي دولة او المندوبين دول موظفين دول احددهم كده واروح لي اقول الاكسل خليهم عندك يا اكسل في كل الفايلز اللي هفتحها الجديدة وكل اي حاجة افتح اكسل في اي مكان على الكمبيوتر بتاعي ده تكون القيمة دي جاهزة معايا دايما 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 ماشي زي القوائم بتاعت ايام الاسبوع وشهور السنة لما نكتب يناير وتسحب يقولك فبراير مارس ابريل على طول مباشرة من غير انا ما اقوله اخد بالك ان يناير بعد فبراير وبعد مارس لا هو عارف فانا عاوز اعمل القيمة دي الخمس اسماء دول يكونوا او خمسين اسم اخد بالك لو معي خمسين او مية او غيره اي عدد من الموظفين اللي عندي انا هكتبهم مرة واحدة بس في اي فايل اكسل وبعد كده هروح على هحددهم كده واروح على فايل وخيارات وخيارات متقدمة وانزل بالمسطرة بتاعت دي لحد النهاية هنا في تحرير القوائم المخصصة او الكاستم بيست واضغط عليها وطبعا انا عشان محدد هنا عشان محدد النطاق ده فهو كاتب لي النطاق المتحدده وتخيل مباشرة ان انا عاوز النطاق ده لو انت محددتوش ورحت للكاستم لست دي فممكن هتضغط هنا وتبدأ اتحدده مرة تانية كده فهيتحدد معي مرة تانية من اي وان ل اي فايف خلاص اقول له اضافة تمام اقول له اضافة فهيتم الاول اقول له استيراد اه صح كده استيراد فبيتم ايه ان هو يكون موجود هنا يتكتب هنا ماشي خلاص وبعد كده اقول له اضافة عشان يكون موجود معايا في النطاق ده خلاص كده انا عندي القائمة دي اصبحت من ضمن القوائم المخصصة في الاكسل فهروح اقول له موافق وهنتعلم دلوقتي ازاي نحزفها وازاي ايضا نعدل عليها واقول له موافق كمان مرة خد بالك كده القائمة دي اصبحت عندي موجودة في اصل الاكسل في التطبيق نفسه في اي فايل هتفتحه هتكتب كلمة ابراهيم وتسحب لأسفل فهيقول لي بعدها سالمة وبعدين محمود وبعدين عاصم وبعدين محمد من غير ما يعرف اي حاجة خالص ولو كتبت كلمة محمد في اي مكان لنفترض ان اخدناها كده كتبناها هنا وسحبت ليه اليمين ها هيكتب لي بعد محمد ايه ابراهيم وبعدين سالم وبعدين وهاكذا محمد وبعد محمد ابراهيم تاني وبعدين سالمة تاني وهكذا ولو سحبت لأسفل هيتم تكرار نفس السلسلة ولو سحبت من اي مكان لأسفل او اعلى او كده فهيتم تكرار نفس السلسلة واخد بالك فالعملية اصبحت ايه اصبحت بسيطة جدا وسهلة وهي ليه انا اعمل لي اخر خطوة دي غلط لان طبعا حددنا اتنين مع بعض فالمفروض تحدد واحد بس كده وتبدأ تسحب على اساسه النطاق اللي انت عاوزه السلسلة اصبحت موجودة عندي في كل مكان دي كل بساطة طيب في الحالة دي بقى هبدأ اسحب كده ماشي اه عندي كم اسم عندي خمسين اسم او سبعين او مية او غيره فهيبدأ يضيفهم على انهم قائمة زي ايام الاسبوع بالزبط وزي شهور السنة ويتم توزيع الادوار عليهم طب لنفترض ان احنا بعد شهر كده مثلا او خلال الشهر جالنا موظف كمان والموظف ده مثلا اسمه حسين مثلا نكتب كده اه طيب انا عاوز حسين ده ينضاف هنا في الوردر النهاردة هنبدأ بشغلة جديدة هو عايزينه ينضاف في القائمة المخصصة دي هاحزف ده كله ماشي واروح للقوائم المخصصة خيارات وانزل الاسفل كده ممكن نحررها انا ملاها تحرير من هنا اضغط عليها كده واقول له ان انا عاوز بعد عاصم بعد محمد هنا اضغط انتر وكتب حسين او ممكن انت تروح تحدد القائمة مرة تانية وتعيدها تانية ولكن هنا هنكتب لسهورة الاستخدام يعني هنكتب مباشرة هنا كده حسين هوت واقول له خلاص كده اضافة تم اضافته هنا واقول له موافق وكمان مرة موافق هنا بقى نبدأ اول ما تكتب اي اسم من القائمة مش شرط ان انت تبدأ بابراهيم ممكن نبدأ مثلا بعاصم ماشي لو كتبنا هنا عاصم ماشي مش شرط دي حتى لو دي مش موجودة ما عندناش اي حاجة خالص ولكن عاصم دلوقتي هو عارف ان الاسم ده موجود في قائمة جاهزة عنده فهيبدأ ان هو على طول يكرر بعد عاصم في محمد وبعدين حسين وبعدين ابراهيم يبدأ القائمة من الاول تاني وبعدين سلمة وهكذا ماشي نبدغط كده فبيتم تعبئة لو عاوز تعرف عاصم خد كام او ابراهيم او غيره فطبعا اه محتاجين بس ان احنا نشاور على كلمة عاصم مسلا او محمد او غيره هنا افترض ان انا هكتب القائمة مرة تانية هنا عشان اشاور عليها اخد دي عاصم ونكرر السلسلة دي بس عشان اشاور عليها في احدد العمود ده واروح للتنسيق الشرطي قواعد تمييز الخلايا يساوي واقول له انا عاوز الخلايا اللي بتساوي عاصم اشاور علي عاصم بس كده تبان معي على طول تظهر معي محمد حسين او غيرهيم وهكذا يعني الموضوع اصبح سهلا خلاص وبسيطة هوت ويعني مش محتاج ان انا اكرره في كل الفايلز او الشغل بتاعي داتا بتاعتي كل مرة لا من غير ما تحفظ القائمة المخصصة دي اتحفظت دلوقتي هناك فين في الابشنز بتاع الاكسل واصبح الموضوع يعني مباشر في اي مرة تكتب اي اسم من الاسماء اللي في السلسلة وتسحب فهيتلقى ايا هيتم هيتم تعبئة السلسلة سواء لأسفل او لليمين او اليسار او لأعلى بكل بساطة وبكل سهولة وبالطريقة دي ممكن تعمل طبعا قوائم مخصصة لاي شيء عندك بيدور في دائرة بينتهي ويبدأ من الاول تاني زي ايام الاسبوع او زي شهور السنة او اي شغل عندك في المصنع بتاعك في المؤسسة اللي انت شغال فيها في الحسابات في غيره لو في حد مثلا بياخد شغل حسابات اربعة خمسة موظفين عشرة وبتوزع عليهم وبتكرر تاني فممكن تعمل القوائم المخصصة دي هتفيدك جدا وهتساعدك في الشغل جدا دي المعلومة اللي حاولت اشارك بيها في الفيديو الحالي يارب تكون معلومة مفيدة وادرت ان انا اساهم ايضا في يعني تقديم الفائدة في حاجة اخيرا كده في انا ازاي نحذف القائمة المخصصة دي لو انا مش عاوزها انا اتعلمنا ازاي نضيفها وازاي نعدل عليها طيب نحذفها ازاي من نفس المكان خيارات متقدمة انزل للاسفة الخالص عند القائمة المخصصة وبعد كده احددها واقول له حذف هيتلع لرسالة بيقول له انت متأكد ان انت عاوز تحذف القائمة دي اقول له ايوة متأكد سيتم حذف القائمة بشكل دائم موافق وبعد كده تقول له موافق وبعدين موافق اوكي اوكي وكده تم حذف القائمة لو جيتس حد دلوقت كلمة ابراهيم دي خلاص مش هيكرر معاك القائمة ليه لان ما عادش عندي هنا قائمة خلاص هو ما يعرفش ابراهيم ده في قائمة ايوة ما فيش قوائم فيها حاجة اسمها ابراهيم او حاجة فيها عاصم خلاص هي انا حذفتها فدلوقت هيتم عمل ايه اه ناسخ بس ما فيش حاجة اسمها اه سلسلة دي المعلومة المباشرة اللي حاولت ان انا اشارك بيها وبشكركم مرة تانية على المشاركات والمشاهدات وكتابة التعليقات والاعجابات والكلام ده وبقى اخص بالشكر كل من يدعم القناة بالانتساب للقناة اضغط على زر الانتساب تحت اي فيديو في القناة ويمشي مع الخطوات فالانتساب هو دعم ماد مباشر للمحتوى التعليمي العربي وللقناة مباشرة شكرا لمشاهدتكم ولانتسابكم ولمشاركتكم والى لقاء قريب وانتظرونا في فيديوهات قادمة ولو في استفسار اكتبوا في التعليقات والى لقاء قريب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة